علي، لأي مدى فيلم سينمائي ممكن يكون بريقة أمل ويكون يردد اسم هذا البلد بشكل إيجابي في محافل كتيرة جداً ويذكر بما يحدث أنا بشوف السنة ممكن تتغير العالم يعني في الوقت اللي كله قنوات الإخبارية العالمية كل القنوات الإخبارية العالمية بتتكلم على اللي بيحصل وعلى الضحايا في المنطقة كأرقام وإحصائيات بيجي أرزة بيوقفنا عند شخص ونشوف حددته ونعرف اللي بيحصل في البلد دي فيه هناك أرزة وفيه هناك كينان فبيخلي الموضوع أدمي أكتر تاني مش بس أرقام إحصائيات وده اللي شايفينه بيحصل دلوقتي كل مكان أما عرضنا في أمريكا في الصين في كندا في أي مكان الناس بتقف عند الست دي ويفهموا إن الأرقام دي فيها ستات من دي فالسينما ليها دور مهم الفيلم ليه دور مهم أفلام عملناها وأفلام التي عملت حاليا غيرت قوانين وغيرت سلوك شعبي أي فيلم كباتن الزعتاري ده كان من أكتر الأفلام اللي بتعبر عن اللي انت بتقوله ده؟ أنا عندي خبر حلو عن 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 الولدين اللي كانوا في كباتن الزعتاري إيه؟ هما تبقوا مدربين بشكل رسمي في الفيفا لا والله هالعزيم ده خبر عزيم أغلب الأندية اللي في العالم بدأت تروح تسكاوت هناك في المخيمات واتجوزوا البنات اللي بيحبوها ومفاوز يخلف ويعني يعني هي السنة ما ممكن تغير العالم علي على فكرة الناس اللي تتمن بالمزيكة وبالأغاني بتعمل الأفلام ويعملها حلو جدا يعني كباتن الزعتاري أغنية ويجز اللي عملها واللي ما تعرفوش أنا علي كمان إنت اللي أخرجت أغنية أوفيشيل فيديو فيديو للكاس العالم للكاس العالم اللي غنىها ويجز اللي غنىها ويجز اللي كان اسماها أغز العرب اللي كان في الدوحة أه إنت اللي أخرجتها أغنية يا راجل آآ شفيه يا راجل أنا طب إيه دا إزاي فاتت علينا دي؟ أو يمكن افتكرنا تشابه أسماء إحنا ما تخيلناش إنه إنت هم الناس عارفينه كمنتج آآ ما عرفوش كمخرج عارفينه كمخرج في فيلم بس ما جاش في دماغنا أن إنت اللي عامل فيديو كليب أو بس هو جي فجأة يعني فجأة لقيتهم بيكلمونا عاوزين نعمل حاجة بالعربي فكلمت في نفس المكالمة دخلت ويكز وعاصم وعملنا الاتفاق وعملناها بسرعة جدا وهو دا شوية من أحدفنا اللي نطلع زي أرزة نقول العالم برا دي الستة العربية بقويتها مش شكل الصورة النماطية اللي بتقلكو دا مزكتنا وده كاس علم بتاعنا فرض اللغة فنوريهم الحاجات دي هوية ويكز يعني عبدع يعني كانت غنية الحقيقة كانت جون